مساء الخير مشاهدين نشرة جوية من القناة الوطنية الأولى اليوم الثلاثيخ مستشؤوت 2023 تراوحت درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال نهار اليوم بين 30 و 34 درجة بالمناطق الصحيلية والمرتفعات وكانت بين 35 و 39 درجة ببقية الجهات خصوصية تقص نشوفوها من خلال تسلسل سوار القمر الاستناعي تقص سافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات الليل ان شاء الله تقص سافي على أغلب المناطق والريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب غضوة سحب قليلة على كامل البلاد والريح من القطاع الشرقي ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف قراءة لتوقعاتنا لدرجات الحرارة للمدن التونسية تونس الكبرى 34 درجة 28 في قليبيا 31 في نيبل بنزرت 34 بيجة 39 درجة تبرقى 34 جندوبة 41 درجة الكيف 37 سليان 38 زغوين في حدود 35 درجة 36 في تيلة 38 في القيروين في جهة الساحل 34 في سوسة 34 كذلك في المونستير 31 درجة في المهدية جزر قرق ناوس فيقص 33 درجة سيدي بوزيد 36 القسرين 37 درجة قفصة 38 درجة حرارة تعتبر مرتفعة في توزر في حدود 40 درجة قبل 39 درجة مدن الجنوب الشرقي قبصة 32 درجة جربة 34 مدنين 36 تطوين كذلك 36 درجة ورميدة 37 درجة في الملاحة والصيد البحري منطقة سيرات وخليج تونس الريحة جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 محليا 25 عقدة والبحر قليل الاثتراب يصبح مضطرب في خليج الحمامات ومنطقة الشابة الريحة شمالية غربية سرعتها من 5 إلى 15 محليا 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاثتراب في خليج جيبس الريحة شمالية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 محليا 25 عقدة والبحر مضطرب يصبح قليل الاثتراب قراءة لتوقعاتنا لدرجات الحرارة في بعض المدن والعواصم العربية والأوروبية نواك شوت 32 درجة در البيضة 28 جزائر العاصمة 33 درجة تقص في فيترابلوس في حدود 33 درجة الخرطوم 41 القاهرة تقص سافي ودرجات الحرارة في حدود 36 درجة مكة المكرمة 42 مدينة المنورة 47 درجة مسقد 36 أبوظبي 43 الدوحة 39 درجة الكويت 41 بغداد درجات الحرارة لتزيل مرتفعة في حدود 49 درجة القدس الشريف 32 بيروت 31 دمشق 42 درجة وإسطنبول درجات الحرارة في حدود 31 درجة بنسبة لي أوروبا روما 34 فيينا 36 جونيف 34 برلين 28 درجة لندن 25 بيريز تقص مغيم جزئيا في حدود 28 درجة مرسيليا 31 مدريد 36 ونشبون 28 درجة تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الخميس الريح من القطاع الشرقي والبحر مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب على بقية السواحلة تقص قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية بالمرتفعات الغربية يوم الجمعة الريح من القطاع الشرقي كذلك والبحر مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب على بقية السواحلة تقص قليل السحب على أغلب الجهات موعد الشروق والغروب الشروق إن شاء الله في تمام الساعة الخامسة و36 دقيقة والغروب في الساعة السابعة عن طريق موقع الويب أو عن طريق الموزع الصوتي وكذلك صفحة الفيسبوك أو قادة أصليت لمدينة تونس ومجاورها سلت الصبح في تمام الساعة الرابعة ودقيقة الظهور منتصف النهار و31 دقيقة العصر الساعة الرابعة و9 دقائق والمغرب الساعة السابعة و12 دقيقة والعشاء إن شاء الله الساعة الثامنة و45 دقيقة أشكر لكم ما تتيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة